حقيقة بعاث الحياء أيها الإخوة كما جاء عن أبو القاسم الجنيد حين قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء إذا ما رأى الإنسان النعم التي عليه ثم رأى التقصير الصادر منه تولدت لديه في قلبه حالة تسمى الحياء ثم انعكست هذه الحالة على جوارحه وأفعاله وأخلاقه هذا هو الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء